اشتركوا في القناة تلاقي من المضحكات المبكيات انه الاسبوع اللي فات يوم الجمعة الزمالك بيلعب مع زيسكو يونيتد الزامبي في القاهرة السبت تاني يوم الاهل بيلعب في زنبابوي مش حتى في هراري في الاحراش مع بلاتينيا الزمالك لعب الجمعة الاهل لعب السبت الزمالك لعب في القاهرة الاهل لعب في احراش زنبابوي الاهل رجع امبارح بقى الاربع قال رجع يوم الاثنين ولعب الاربع امبارح الاربع شوفوا بقى في يوم واحد يلعب الزمالك مع الجونة والاهلي مع طنطر يعني بصوا بس الحاجة الغريبة جدا انا لعب برا وانا لعب السبت والتاني لعب في القاهرة ولعب الجمعة ما ينفعش يعني يتلعبوا الاثنين في يوم واحد محليا عشان كده تشوفوا لما تجيب مطش امب وتحشره في النص عشان الاهلي ميرتحش كفاية قبل مطش النجل الاحداث بتفسر نفسها في اليوم او في الاسبوع اللي قبله بالزبط للأسف لكن الخير ومشاهدة به حازم مش متعب لانه لما متعب يشيد باداء الاهلي لما الشيخ طه يبقى فرحام باداء النادي الاهلي لما كابتن وليد صلاح تلاقيه مبسوط من اداء الاهلي لما كابتن احمد شوبر يكون مبسوط من اداء النادي الاهلي هما بيتكلموا بمشاعرهم كمان غير بمنطقهم وغير بخبراتهم وغير برؤيتهم وغير بعيونهم الخبيرة بيتكلموا كمان بقلبهم وقلبهم سعيد لكن المنافس والمنافس بقيمة كابتن حازم امام لما تلاقي عنده كل هذه الاشادة والاطراء على اداء الاهلي يبقى هو ده الخير الحقيقي دايما الخير بما شهد به الخصوص اه لانه بيبقى اشادة ما فيهاش مواربة اه ما مقدرش اقولي اللي كده ماينفعش اه احترامه لرأيه اه بيكبره انه يشوف الامور ويقيمة صاح فالحقيقة اه ان الكابتن حازم تعالوا الاول يعني نشوف المردود الصحفي على خماسية الاهلي في طنطق دي خماسية الاهلي المبدعة اللي نوارت مبارح في استاد القايرة الحياة استاد القايرة وحشنة لانه ما شو الله انه جي لما مستوها عامل يعني ملعب اوروبي فعلا يستاهل انه حتى الاتحاد الافريقي يرشحه هو استاد محمد الخامس قوي قوي احمد الشيخ لان احمد الشيخ حط فيه القوة والتوجيء الكرة دي صعبة جدا وبتعلى تسعين في المنزل صحيح غالبا بتعلى حط فيها قوة بتعلى انه محطة بطن رجله بتلف هي علية من هو قبل كده كذا مرة تحديدا كميرا هو تصرف فيها بالقوة والاسلوب والتكنيك اللي خليها ما تعليهاش صحيح يا دوبك واجه غير اتجاه بس لا لا الفريق في حال التروقان طب انا عايز اقول حاجة بقى الناس كل اللي عمل اتعلق فيلر بيصحع اخطاءه في الشوت التاني طب وانت لم يتبادر الى ذهنك ان ده اسلوب وفكر محدد فيلر عايز اعمل عملية تدوير ويرايح اللعيبة بيحط القوة الضربة بتاعته لو احتاج لها في الشوت التاني تنزل تعمله الفارق وهذا ما نراه دائما يبقى ده مش عشوائي مش راجل بيغلط وبتصلح هو بيقول لك انا حدي الفرص واشوف خلصت الناس بتكمل اكتر وقت اتزنقنا عندي الحلول اللي بإذن الله تحليلي فبينزلوا الناس اللي بتعمل الفارق هذا ليس فكر خطأ بيتصوب انما هو سيناريوهات بتترسم في دماغ المدرب وعارف امتى يعني هو بيلعب بطمئنان انا حعمل التشكيل والتغيير ده وبعدين اشوف اذا كان مساءلة محتاجة ادفع في توقيت مبكر ولا متأخر ولا ايه بالقوة الضربة اللي تحسم الأمور فهتجد ان انت لما تحلي لجوان النادي الاهلي معظم ما جيه في الشرط التاني صحية فليه لانه اسلوب اللعب بقى الكبير اللي بينزل وعنده الخبرة وعنده المهارة وعنده بينزل والفرق اللي قدامه خلاص رتمهت زبط على على ملعب معين بينزل يغير هو الاقاع ده بينزل يغير هو السيناريو بتاع المنافس ليه بنخبس او نبخس الناس فكرها فما اعتقدش بقى ان احنا نفضل نشيد بينناس ومع اول حاجة ما تعجبناش نسحب الصق لزمزة